السلام عليكم ورحمة الله على كل متابعين الكرام يا رب دايما في أحسن حال منذ لحظات قليلة جاء خبر صدم جميع الفنانين صدم الكثير والكثير من أبناء الوطن العربي غيب الموت في الساعات القليلة الماضية الفنان الكبير سمير غانم عن عمر ناهزة 84 عاما داخل إحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا ومن المقرر أن تخرج الجنازة من مسجد السلام بمدينة نصر غدا عقب صلاة الجمعة وكان الفنان سمير غانم دخل الرعاية المركزة قبل أيام قليلة إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا لا سيمة وأنه كان يعاني من مشاكل صحية في الكلى يذكر أن سمير غانم من مواليد 15 يناير 1937 هو ممثل كوميدي مصري تخرج من كلية الزراعة جمعة الأسكندرية ثم التقى بكل من جورج سيدهم والضيف أحمد وكونوا معا فرقة ثلاث أضواء المصرح الشهيرة وهو فريق غناء كوميدي لمع على المصرح من خلال تقديم مجموعة من الإسكتشات الكوميدية كان أشهرها طبيخ الملائكة وروميو جولييت ثم قدمت ثلاثة بعدها عددا من الأفلام والمصرحيات الناجحة انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد سنة 1970 واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل في عدة مصرحيات كان أشهرها مصرحية المتزوجون وكان آخر عمل مصرحي لهما معا هو مصرحية أهلا يا دكتور وفي تمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي سمورة وفطوطة ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات من القرن نفسه ليقدم فوازير المتربون والمتحكون ويعتبر واحد من نجوم المصرح بين عاد الإمام ومحمد نجم ومحمد صبحي واستمر المشوار الفني للفنان الكبير سمير غانم إلى أن غيبه عنا الموت مساء اليوم الموافق 20 مايو سنة 2021 ومقرر غدا إن شاء الله الجمعة الموافق 21 خمسة 2021 خروج جنازة الفنان الكبير من مسجد السلام بمدينة نصر عقب صلاة الجمعة إن لله وإن إليه راجعون وألهم كل أهله الصبر والسلوان وتقبله في عباده الصالحين المغفور لهم بإذن الله تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خرج من كلية الزراعة جمعة الأسكندرية ثم التقى بكل من جورج سيدهم والضيف أحمد وكونوا معا فرقة ثلاث أضواء المسرح الشهيرة وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الإسكتشات الكوميدية كان أشهرها طبيخ الملايكة وروميو جولييت